السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد المصري من كود سيفن للبرمجيات النهاردة ان شاء الله هنتعلم طريق التغيير ايكونة الاكسل والاكسز وجميع برامج الاوفيس سواء في البرنامج او على شريط المهام اولا كل الفيديوهات اللي موجودة على النت هي فيديوهات مضللة تغيير الايكونة على شريط المهام وعرضين نص المعلومة فقط النهاردة ان شاء الله هنعرض المعلومة الكاملة وتقدر تغيير ايكونة البرنامج سواء اكسل او اكسز او وورد او اي برنامج على شريط المهام بطريقة حقيقية وهنعطي المعلومة كاملة ان شاء الله احب انوه ان المعلومة دي فقط لمجرد الشكل الجميل للبرنامج سواء على شريط المهام او في البرنامج ولا يجب استخدامها لايهام العميل بان البرنامج مصمم باي لغة اخرى غير الاكسز او الاكسل ودلوقتي تعالوا بينا نغير الايكونة ونبدأ العمل على بركة الله تعالوا كده نجرب نفتح قعدة بيانات اكسز نغيرها نسميها البرنامج هنسميه مثلا البرنامج هنفتح البرنامج هنلاقي ايكون الاكسز ظهرة فوق وهنلاقي ايكون الاكسز على شريط المهام من هاردة ان شاء الله نتعلم ازاي نغير ايكونك في البرنامج وايكونك على شريط المهام طبعا كل الفيديوهات اللي موجودة على الانترنت هي فيديوهات مزيفة. ومش عرض المعلومة بالكامل. النهاردة ان شاء الله هنعرض المعلومة كاملة في الفيديو. ارجو منكم ازا استفادتم من الفيديو. تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وتشاركوا الفيديو على اوسع نطاب. هنبتدي على بركة الله. دلوقتي انا لو حبيت اغير ايكونة البرنامج نفسه فوق. هضغط على كلمة او اعدادات واضغط على او قاعدة البيانات الحالية. وهاجي هنا على ايكون او ايكونة البرنامج. وهضغط استعراض وهشوف الايكونات اللي عندي فين. انا عامل كزا ايكونة. ونفرض مسلا هنعمل الايكونة دي. او البرمجيات. واختار اوكي. الفيديوهات اللي على اليوتيوب اول ما بيضغط اوكي بتلاقي اه الايكونة تغيرت على شريط المهام وتغيرت في البرنامج فوق. طب تعالوا نجرب. تغيرت فوق ولكن ما تغيرتش على شريط المهام. طيب نقفل. نشغل تاني. فعلا ما تغيرها فوق. بس مش متغيرة على شريط المهام. عندهم في الفيديو بتتغير على شريط المهام. طبعا في معلومة ناقصة ومش عرضينها في الفيديو. تعالوا دلوقتي نشوف ايه اللي ناقص? اولا عايزين نعمل ايكونة. آآ لينا خاصة بينا الاول. هنفتح الفيديوشوب. نفتح برنامج الفيديوشوب. هنصمم بالفيديوشوب ايكونة خاصة بينا. ولو مش هتصمم ايكونة خاصة بيكو في صورة اصلا موجودة. وعايزين نغير الصورة دي. لو انا دلوقتي تجيت آآ فتحت كود سيفن للبرمجيات اهي. هعمل الايكونة دي بي ان جي. طبعا فايل سيف از. واختار بي ان جي من هنا. واكتب اسمي الايكونة اي اسم واضغط موافق. طبعا نسمي دي كود سيفن موجودة. اسميها تاني كود سبعة وسبعين مسلا. واضغط سيف. دلوقتي انا عملت ايكونة اهي. بس دي مش ايكونة دي صورة بي ان جي ولكن انا عايز احولها لايكونة. هنفتح جوجل وهنكتب هنكتب في جوجل ايكو كونفيرت دوت كوم. اهو. هندخل على اول الرابط ايكو كونفيرت. وهنيجي هنا على الموقع الجميل ده. هنختار نختار الصورة اللي احنا لسه مصممينها ولنفرض ان انا عايز اعمل صورة الشخصية عادي جدا ممكن اضغط على الصورة الشخصية او الايكونة اللي انا مصممها لسه حاليا. دلوقتي مسلا انا هعمل الصورة الشخصية بتاعتي. وهضغط كلمة هلاقي ان الصورة اتحملت. هنزل تحت كده بالموس. وهضغط على كلمة هلاقي جابلي هنا هضغط عليها هاتحمل معايا الايكونة الخاصة بي ونفرض هسميها هي ايكون. طيب ايه دلوقتي تعملت ايكونة. تعالوا دلوقتي نغير الايكونة في البرنامج. نفتح البرنامج ونختار نفس الطريقة. ونغير الايكونة. نختار اوكي. دلوقتي الايكونة اتغيرت فعلا فوق للصورة الخاصة بيها. طيب دلوقتي انا عايز اغير الايكونة على شريط المهان. تعالوا دلوقتي نعرف سر كبير جدا من اسرار شركة مايكروسوفت. هنفتح على آآ هنيجي هنا نضغط على استارت. ونكتب ايه? فيجيب لنا مايكروسوفت اكسز الفين وعشرة. انا هشرح على اكسز الفين وعشرة واكسز تلتمية خمسة وستين كمان. واي اكسز عندك هيشتغل عليه ان شاء الله نفس الطريقة اللي هنعملها. ركز بقى جدا معي هنضغط هنا كليك يمين وهنختار اوبن فاير لوكيشن. لو جينا هنا المفروض ان ده شورت قط. بس للاسف شركة مايكروسوفت مش عاملة ده شورت قط. هي عامله بردنامج خاص بس فقط علشان يغير الايكونة على شريط المهام. بالصدفة الحمد لله. وبعمل اه دقوب. واخد مني وقت كبير جدا توصلت لان كل الايقونات دي هي فقط علشان حماية الايكونة على شريط المهام. بمعنى ان انا لو حزفت اصلا الشورت قط ده هيفتع عادي جدا مفيش مشكلة. ولكن لو غيرت شريط لو عملت شورت قط ليه وغيرت اه الايكونة هتشتغل معا. طب تعالوا بدون شرح كتير. نشوف هنعمل ايه? اولا هاخد الملف ده كوبي. وهحطه عندي في اي مكان تاني. هنا ونفرض. خلوا بالكم لازم تعملوا نفس الخطوات اللي انا بعملها. طيب هاجي هنا برضو ارجع للملف اللي انا كنت عليه. هاجي دلوقتي انا عايز اعرف الفايل بتاع نفسه فين? الفايل بتاع الاكسز يا جماعة موجود هنضغط على السي. والجهاز بتاعك لو الويندوز اه اتنين وتلاتين هتلاقيه موجود في اه اه بروغرام فايلز اكس ستة وتمانين. لو نظام الاوفيس عندك اه اربعة وستين هتلاقيه موجود في بروغرام فايلز. يبقى انا عندي حاجتين. عندي لو الاوفيس اتنين وتلاتين هدخل على بروغرام فايلز اكس ستة وتمانين. لو الاوفيس عندي اربعة وستين هدخل على بروغرام فايلز بس. طيب انا عرف ازاي هدخل اللي اتنين هدخل الاول انا عارف ان نسختي اتنين وتلاتين. فهدخل على هنا. وهدخل على مايكروسوفت اوفيس. انزل كده خمستاشر اللي هو تلتمية خمسة وستين. طيب خلينا في اربعتاشر اللي هو الفين وعشرة. هنا هبحث على برنامج الاكسس. اسمه مش اكسس ايكنز لا. اكسس دوت اي اكسي اي. اهو. شايفين اكسس ام اس ام اس اكسس دوت اي اكسي اي. طيب هضغط عليه كليك يمين وهضغط او ارسال الى وهعمل ديسكتوب كرية شرط قط او انشاء شرط قط على الديسكتوب. طيب لحد هنا وصلنا النص الحل. فين الشرط قط اللي عملناه اهو. دلوقتي ده شرط قط حقيقي وده الشرط قط اه الخاص بالشركة. اللي هو مش هينفع نغير له الايكونة. طب تعالوا كده نغير الايكونة هنا. لو جينا مش موجودة. طيب احنا هنعمل هنيجي هنا على ده ونعمل كنيك يمين وخصائص اتشانج ايكون موجودة. تمام. ندخل على الايكونة اللي هنختارها ونضغط موافق ونضغط ونضغط اوكي. طيب اتغيرت الايكونة. ولكن لما نيجي نشغل اتغيرت على شريط المهن. طيب لو افلنا هنا. طيب لو دلوقتي انا غيرت بس ده. لدي. انما لو شغلت البرنامج هلاقي لسه الايكونة ما اتغيرتش. طيب ايه المشكلة هنا? المشكلة ان احنا عايزين بدون ما نغير على طول تبقى موجودة. طيب هنسيبنا من الشرطي قط ده خالص وهناخد الشرطي قط الجديد اللي احنا عملناه كوبي. وهنروح على المكان اللي اتكلمنا عنه اللي هو البروغرامز. لا اللي هو هنا اكسز. اوبن فايل. وهنضغط لكي مين ونضغط نلصق ونعمل طيب دلوقتي انا جبت الشرطي قط هنا. هاخد الاسم ده كوبي وهحزف الملف ده خالص وهغير الاسم بتاع الشرطي قط الجديد لنفس الاسم القديم. واقول له كونتينيو. دلوقتي اتغير. طيب تمام? تعالوا بقى نشوف. دلوقتي ده الوحيد اللي كان بيفتح بالايكونة الجديدة. انما البرنامج ما كانش بيفتح بالايكونة الجديدة. تعالوا دلوقتي نضغط على البرنامج. فتح البرنامج بالايكونة الجديدة على شريط المهام. ودلوقتي لو اخترت اي ملف يعني لو عملت اي ملف جديد هيفتح معايا بالايكونة الجديدة. تعالوا نشوف. فعلا نفتح بالايكونة الجديدة. نشوف. طبعا نفس الكلام بالنسبة للاكسل. يعني ايه? يعني انا ليوم جيد فتحت الاكسل لكده نفس الكلام بالنسبة الاكسل هعمل ايه? هاجي على الاكسل برضو في نفس المكان اللي اتكلمنا عنه هنضغط كلمة الاكسل الاكسل اهو هنيجي ضغطين كده كرية شرط قط تعالوا نعمل شرط قط برا على الديسكي توب فين اهو اهو ادي الاكسل الشرط قط الخاص بالاكسل هضغط عليه كليكي مين? خصائص واضغط وبنفس الطريقة اختار والنفر ده انا عايز التروس دي اوكي موافق لاي اوكي. دعا نشوف الاكسل اللي هيفتح ازاي? فعلا غيرنا ايقونة الاكسل. نفس الطريقة. طيب نعمل نفس الطريقة برضو ناخد ده كوبي ونروح على المكان الخاص بالبرامج. ونعمل كونتينيو. ونيجي على الاكسل الفين الاكسل مايكروسوفت اكسل الفين وعشرة ونضغط وناخد الكوبي كنترول سي او نضغط كليكي مين وناخد كوبي ونحزف خالص الايقونة دي. ونيجي نغير الاكسل شرط قط. ونعمل بالكلمة الجديدة مايكروسوفت اكسل الفين وعشرة. قال لي هتستمر هقول له استمر. كده الاكسل لو فتحت اي قاعدة بيانات جديدة اه اكسل. لو عملت اي برنامج اكسل جديد. وجيت شغلته. هيشتغل معي بالايقونة تحت بنفس الايقونة اللي انا اخترتها. ارجو منكم ازا استفدتم من الفيديو. تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وتشاركوا الفيديو على اوسع نطر.